في ناس اختارت انها تشتبك وفي ناس اختارت انها كده تفضل على الحفة وتراقب وفي ناس اختارت انها ما تصنفش نفسها من الاول لان ده بقى محفوف بالمخاطر وانت شفت ان بعض الناس يعني دفع التمن انت شايف اي اختيار فيهم كان اصوب وكان فيهم فتحي عبدالوهاب اولا فكرة الفنان المثقف دي طبعا اتمنى ان انا استحق الكلمة لانه يعني فكرة ان انت او ان انا يعني اعرف شوية صغيرين من اكتر من حاجة ده ما يخلنيه الشخص مثقف يعني بس انا بشوف انه انا يعني بطلع او بفاهم جزء من كل الحاجات اللي اقدر اطلع عليها حتى الحاجات اللي مليش علاقة بيها او بشغلي اللي يلي علاقة بيها لانه ده مش منفصل عن شغلي. الثقافة بتباهم في الادا يعني فنان المثقف وبيقرأ وعنده معرفة واسعة بيبان في الادا ولا هي مسألة فطرية وممكن يبقى فيه فنان عنده موهبة كبيرة ومش ضروري يكون عنده معرفة كبيرة لا هي الموهبة طبعا هي الاساس في كل حاجة سواء حد بيقرأ او حد ما بيعرفش يكتب اسمه او يعني ده ملوش علاقة بالمواب لكن هي بتفرق على مدار الوقت وعلى 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 مدار التاريخ التاريخ اي فنان يعني الثقافة بتفرق في 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 حاجة بعينها ان هي بتخليني افهم الشخص ده واقدر افهم وجهة نظره الشخص اللي على الورق يعني واقدر اشوف هو شايف العالم ازاي اعتقد انه طبعا بيخليك تعرف تقرأ الشخصية احسن طبعا طبعا وبالتالي انا هقدر اشوف العالم من خلال الشخصية بشكل صادق يعني والموقف السياسي هل الفنان مفترض ان هو يعبر كده عن موقف سياسي ويتصنف ولا دي مسألة دلوقتي ما بقتش بقت خطيرة شوي لا هو هي هي انا هقول لحضرتك هي فكرة انه 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 اي شخص بيمارس العمل العام او شخصية عامة او بيعمل او منتجه بيتعارض في عرض عام فكرة انه هو يبقى على يسار السلطة دي دي فكرة محفوفة بالمخاطر مش 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 معارض السلطة دايما اه يعني ده في اي بلد في الدنيا بس ده ما يمنعش انه لازم يبقى الفنان ده لازم يبقى منحاز هيبقى منحاز لمين غير الناس اللي هو بيعبر عنهم وغير الناس اللي هو المفروض ان هو بيخطبهم هما يعني احنا شوفنا نوعين من الحيازات انت مثلا بسلت اكتر من عمل مع الفنانة الهام شهين وغيرها انحيا السياسي اعلنت عنه من اول يوم اه ده صحيح وفيه فنانين يعني زملاء لك في جيلك مثلا زي خالد ابو النجا زي عمر واكد عبروا عن مواقف يمكن في الناحية التانية وكل فنان منهم يعني دفع تمن هذه الانحيازات صحيح فاتح عبدالوهاب هل بيعلم انحيازاته ولا شايف ان الفنان مش مفروض يعمل ده وانده ممكن يخسر الفنانة لا لو انا حسبتها بمقياس شخصي يعني لا هقول لا طبعا بس انا بحسبهاش بمقياس شخصي بس انا عايز اوضح حاجة مهمة جدا انه انه انا لما بعبر عن موقفي اه وانا بالمناسبة موقفي على النقيد من موقف مدام الهام لكن انا ممثل محترف وهي ممثلة محترفة ولما احنا الاثنين نبقى بنشتغل في فيلم الفيلم ده اقرب لانحيازاتي انا انا ما اعتقدش انه انه انا المفروض اسقط موقفي دوت او اختلافي في موقفي مع اي حد في شغل شغل ما بيوجدش ده توتر مثلا احيانا في مناقشات ممكن تتحول لاخنائت اطلاقا اطلاقا لانه ميزة من مميزات الفن انه بيخلي الشخص افقه اوسع شوية بمعنى ان انا ممكن اختلف مع زميل ليا او زميلة ليا بس ده مش هيخلينا ابدا ابدا يحصل بيننا الخلاف او نوع الخلافات اللي احنا ممكن نشوفها لانه في الاخر رأيك في الهجوم اللي حصل على بعض الفنانين لما ابدو رأي زي اللي حصل مع خلد ابو ناجا او عمر واكد انا بشوف ده جزء يعني كويس ان حضريك بتتكلمي في ده بس انا بشوف انه ده جزء من صورة مع التمى شوية موجودة في المجتمع يعني انا بشوف انه اي حد من حقه نقول رأيه يعني اذا كنا احنا بنتكلم اذا كان ثورة يناير نادت بحريات ونادت بديمقراطية ونادت بكذا وكذا 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 مش اقل من ان احنا طب ما نجربها يعني نجرب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي على نفسنا احنا ازاي انا هقدر يعني اقبل حضرتك وانت مختلفة تماما معايا ما انا لازم اجرب ولازم اسمع حضرتك ولازم حضرتك تسمعيني انما لو لو كل حد قال رأيه فاتعرض لكل الهجوم اللي احنا نشوفه سواء من الطرف ده او من الطرف ده يعني البعض شايف ان المسألة بدأت من اول قوايم العار والمقاطعة اللي عملها الناس بعد صورة 25 يناير تجاه الفنانين اللي ابدو تعاطف مع نظام مبارك وهو بيسقط هل ده كان غلط في تأديرك وقتها؟ هل الناس عملت ده وبعد كذا دفعت تمنه؟ يعني انت شايف المسألة كانت؟ يعني انا بشوف ان دي يعني راديكالية زيادة يعني 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 انا بشوف انه سواء الطرف ده او الطرف ده يكفيهم شرفا وفخرا انه محدش منهم حسب اي حسابات وعبر عن رأيه بصراحة حتى لو كان الرأي ده يعني بعض الناس ما اردتش حتى لو رأي منه مخالف مع رأي انا او مع قناعاتي انا يعني بعض الناس ذا هلت قوي مثلا ان فنانين يستغلوا حب الناس ليهم وطلعوا عشان ينتقدوا اللي بيحصل في مدان التحرير وقالوا ان فيه مش عارفة ايه بيحصل او ولعوا فيهم او حاجات من هذا القبيل وانه يمكن رد الفعل هم اللي استصروا بالطريقة العنيفة ده انا بشوف انه انه فيه جزء كبير من الحكاية ليه علاقة برضو بعدم الفهم يعني 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 عدم الفهم عند مين؟ عدم الفهم عند كل الناس عند كل الناس يعني الصورة ممكن تبقى ما كانتش واضحة 80% عند الناس